مجهودات حثيثة وكبيرة وملموسة تقوم بها الدولة المصرية لتمكين المرأة ودعمها عن دور وزارة التضامن الاجتماعي في حماية وتمكين المرأة ودعم دور الأمة في تنمية أسرتها وتعزيز مكانتها في المجتمع تحدثنا الآن معالي الوزيرة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فتتفضل معاليها بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية السيدة الفاضلة حرم السيد الرئيس السيدات والسادة الحضور الكرام تحية خالصة من القلب لجميع النساء وأمهات مصر في جميع الأماكن والأزمنة كل سنة وأنتن عظيمات ومنتجات وإن كانت الأمومة لست بحاجة إلى يوم واحد ليكون عيدها لأنها تسكن في عمق القلب وبصميم الروح وفضلهن علينا لا حدود له الأمهات هن أفضل كتاب نتعلم منه نتعلم منه المبادئ والأخلاق ودروس الحياة نتعلمها من أفعال ونظرات وإيماءات أمهاتنا هن حقاً ودائع العلم ومخزون الثقافة الشعبية والفطرة الطبيعية هن التي عرفنا طريقاً للعطاء فسلكوه والتي عهدنا الوطن إخلاصاً فأوفوه وإن لاقوا الصعب واجهوه وتحدوه الأم هي القوة الممزوجة بجذور الأصالة وحنو والإرادة فصلاح المحصول يبدأ من البذور فقوة أم موسى عليه السلام هي التي دفعتها لأن تودع في البحر حتى عاد إليها عزيزاً آمناً وقوة السيدة مريم العذراء هي التي أعانت السيدة المسيح على تحمل المشقة لتأدية رسالته ونأتي لخاتم الأنبياء رسولنا القوي الأمين صلوات الله عليه وسلامه فنجد الأم التي احتسبت وصبرت والزوجة التي دعمت وسندت والابن التي راعت وحنت والمرأة تقوى أكثر بأكثر بدعم القيادة السياسية وبدعم حضراتكم وبمؤسسات الدولة القوية وبرجالها الواثقة الأبية فلا مجال ولا وقت للضعف ولا للفطور مهما كبرت التحديات ومهما كثرت المحن ولن تتأتى التنمية المستدامة ولا الاستثمار في البشر دون العمل على ثلاث محاور أساسية تعليم المرأة وتكافل فرص التعليمية تعزيز الوعي والتثقيف المجتمعي وثالث محور هو المشاركة في سوء العمل والإنتاج والحماية الاجتماعية ولوزارة التضامن الاجتماعية جهود تذكر في كل محور من المحاورة الثلاثة السابقة نذكر منها إنجازاتنا على مدار العامين الماضيين على المحور الأول تعليم المرأة وتكافؤ الفرص التعليمية تم عفاء 3 مليون فتاة لأسر برنامج تكافل بدفع مصرفاتهن المدرسية لدعم تعليم الفتيات ولا حمايتهن من الزواج المبكر وذلك بزيادة 17% عن العامل الذي يسبقه وبتكلفة تخطى مليار جنيه 500 ألف طالبة من الأسر غير القادرة وغير المغطاب بتكافل وكرامة تم دفع مصرفاتهن المدرسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بزيادة أعداد تصل لـ 23% تحت مضلة برنامج تكافؤ الفرص التعليمية فلا أحد خلف رقب التعليم مهما كان فقره ومهما كان وضعه ومهما كانت إعاقته 900 ألف سيدة تم محو أميتهن تحت مضلة برنامج لا أمية مع تكافل فالفقر ليس فقط مادي ولكن الفقر قد يكون أيضاً في التعليم والثقافة ذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار وبنسبة زيادة 34% عن العام السابق تم رفع كفاءة ألف مدرسة مجتمعية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية لإعطاء فرصة ثانية لمن يتخطى سن التعليم أو يتصرب منه أما على المحور الثاني الذي يخص تعزيز الوعي والتفقيف المجتمعي فقد تم التعاون مع دار الإفتاء المصرية ومؤسس الأزهر الشريف والكنيسة المصرية لتوحيد الرسائل الرسائل التوعوية الدينية والاجتماعية وتم زيادة أيضاً عدد الرائدات إلى 15 ألف رائدة مجتمعية بفضل توجيهاتكم الكريمة سيادة الرئيس بزيادة قدرها 450% وجاري تعبئة ألف رائد مجتمعي رجل لأول مرة لاستهداف الرجال بحملات التوعية قامت الرائدات بتنفيذ حملات للتوعية بالتنسيق مع رجال الدين والرائدات المجتمعيات لتصل إلى 21 مليون من المواطنين بهدف تعزيز السلوكيات الإيجابية والقضاء على الوعي الزائف وإعلاء قيمة المرأة والأسرة والبيئة والمجتمع والوطن والمواطنة تم الانتهاء من تدريب 5 مليون 800 ألف من الشابات والشباب المقبلين على الزواج على البرنامج الرئاسي الذي أطلقتمونه سيادتكم باسم مودة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية ووصلت الحملة الإعلامية التي تستهدف الحد من الطلاق والتفكك الأسري إلى 25 مليون من المواطنين تم زيادة مراكز استقبال النساء ضحايا العنف لتصل إلى 11 مركز بالإضافة إلى مركز لمجابهة الإتجار بالبشر بزيادة نسبتها 22% وقد وجهتم سيادتكم بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإدراج هذا المنهج كشرط قبل التخرج وأيضاً بالتنسيق مع وزارة العدل لإقراره كالتزام قبل الزواج ونأتي لمحور التمتين الاقتصادي والمشاركة في سوق العمل والحماية الاجتماعية فقد تم تمويل 400 ألف مشروع متناهي الصغر على مدار الأعوام السابقة تمثل النساء فيهن نسبة 75% من المستفيدين بنسبة فائدة تتراوح من 5% إلى 9% مع الأخذ في الاعتبار بقروض ميسرة لغير القادرات هذا بالإضافة إلى تدريب 292 ألف سيدة لتأهي لهن لسوق العمل سواء لدى أنفسهن للمشروعات الصغيرة أو لدى الغير بدء تطوير 44 مركز خدمات مراكز الأسر المرأة العاملة بالشراكة مع وزارة القوى العاملة تم أيضا مضاعفة معارض الأسر المنتجة لتسويق المنتجات التراثية والصناعات الحرفية لتصل إلى 21 معرض سنويا بالإضافة إلى 38 معرض دائم والعارضات نسبتهم 74% بالإضافة إلى البدء في التوسع التسويق الإقليمي واستقبال معارض إقليمية في مصر تحت اسم بيت العرب وديارنا العربية بالشراكة مع 13 دولة عربية احتلت وزارة التضامن الاجتماعي الصدارة في تطبيق سياسات الشمول المالي وتم استخراج 11.500.000 بطاقة ميزة لمستفيدي الوزارة بكياناتها المختلفة تبلغ نسبة الشمول المالي للسيدات في 11.500.000 بطاقة ديون و300.000 مؤمن عليهم هذا معناه أن نسبة كبيرة من المرء من النساء العاملات غير مدربات بالحماية الاجتماعية وهم من العمالة غير المنتظمة تم سداد ديون 5.000 غارمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومع وزارة العدل من المحكوم عليهم بتكلفة إجمالية 207 مليون جنيه لإخلاء سبيلهم أو للتصالح في حكم صدد ردهم 830 ألف سيدة معيلة ومطلقة تحصل على خدمات دعم نقدي إما من وزارة التضامن الاجتماعي أو من صندوق تأمين الأسرة للبنك ناصر الاجتماعي بتكلفة سنوية قدرها 5 مليار جنيه وبنسبة زيادة 32% حوالي مليون سيدة من ذوي الإعاقة ومن المسنات وهن الأولى بالرعاية والتوقير والتكريم تحصل على خدمات الحماية والرعاية بالتكلفة 2 مليار و400 مليون جنيه سنوياً وفي ختام كلمتي أقول للمرأة المصرية على قدر أهل العزم تأتي العزائم وعلى قدر الأحلام تتسع الأرض فلتعهدي نفسك أن يكون النجاح حليفك على أكتافك تبنى الأمم وفي قلبك يذيء نور يذيء العالم أجمع كما أقول للأم المصرية يا من بحنوك وعطفك تهزي المهد بيسارك تستطيعين بقوتك وعزيمتك وعنادك أن تهزي العالم بيمينك كل العذري إن كنا قصرنا يوماً فلننحني لنقبل يديك ونسكب دموعنا عند قدميك ونستجزي نظرة رضا من عينيك فبرضاقي فقط فبرضاقي فقط نصلح قلوبنا وتثمر جهودنا وتبارك أعمالنا وتكتمل أنسانيتنا ويرضى عنا خالقنا ونليق بانتماؤنا لهذا البلد الحبيب والأمين والعظيم دائماً وأبداً أشكر سيدك في زيد الرئيس وكل سنة وحضراتكم طيبين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر